قال الدكتور خالد حانفي وزير التموين أنه تم تشكيل لجنة من وزارات التموين والتخطيط والبترول لتخصيص حصة لكل مواطن على البطاقة واستخراج بطاقة صرف بوتجاز لمن لا يملك بطاقة مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام قريبا في بورسعيد وأضاف أنه لن يتم حد في أي مواطن من البطاقات التموينية بسبب الراتب أو المعاش جاء ذلك خلال اجتماعه مع مستشار وزير التخطيط والمتابعة وعدد من رؤساء الشركات المنفذة للكروت الذكية